خلينا نروح بقى من الترند للدراسة اللي أجراها باحثون في معهد للأبحاث الوقاية وعلم الأوباء بألمانيا عن العادات الصحية الضرورية لأننا نعيش فترة أطول طبعا الترند اللي معنا النهاردة في الدراسة اللي بتقول عليها هو في مجموعة مصطلحات الحقيقة وهرمونات وأمور متعلقة بالحاجات الطبية لا تقل تعقيدا عن بوركينا فاسو إلا أنا كنت شايل همها لكن لما شفت الاسكريبت الحقيقة أنا شايل هم الدراسة من دلوقتي لأن الدراسة بنحاول طبعا أن المصطلحات دين أقولها بطريقة مبسطة شوية خاصة أننا مش متخصصين طبعا بزرطة هذا يشف علينا لكن طبعا الأطباء اللي بيسمعونا ممكن يصلحونا ويبعتونا الدراسة وموما يعني المشاهد العادي ياخد المعنى تخليك في المضمون زي حالاتي بغض النظر عن التفاصيل الطبية يعني اللي هي الاستلاحات الضخيقة خاصة أن الدراسة هتوضح نفسها ولكن نستنتج مع بعض هي الدراسة اتنشرت على موقع ميديكال إكسابريس ده خلاص ما فيش مشكلة بالنسبة لنا شارك فيها 27548 شخص تراوحت أعمارهم ما بين 34 سنة و 65 سنة مع بدء الدراسة يعني وقت ما تم إجراء الدراسة سنة 1994 على مبلها طويل أوي يعني بيعملوا دراسة من 94 هو الدراسات العلمية على فكرة يعني احنا بنتصور أن الحاجة بتخرج مباشرة لكن هي لأ يعني مثلا في عزمة الكورونا الناس تصورت أن اللقاح يعني العلماء اشتغلوا عليه في الوقت الصغير اللي احنا اللي ظهر لنا فيه لكن هو أصلا كان قائم على أبحاث قائمة على مشتقات تانية أو فيروسات تانية شبيهة بالكورونا وبالتالي هو خرج لنا للنور بسرعة لأن هو كان برضو فيه أوبئة شبيهة أو فيروسات شبيهة قبل كده والعلماء قريدي كانوا شغالين عليها فأي بحث علمي بياخد وقت طويل ما هو عشان كده احنا طبعا من نتكلم عن الجماعة اللي يأجروا الدراسة من 1994 دايما احنا معكم نجيب لكم الدراسات جيبنا من الآخر بقى هم من الآخر اختشفوا أن المشاركين دول خضعوا لقياسات أنثروبومترية شاملة طلعت صحي الحمد لله وقدموا بيانات عن نمط حياتهم ونظامهم الغدائي يعني عرفوهم هي الدنيا ماشية ازاي وخدوا عين الدم منهم لعدة سنوات وجمعوا المعلومات عن الأمراض المزمنة الجديدة من سنتين لثلاث سنوات الدراسة قالت بأن الشيخوخة الصحية هو ده المصطلح اللي بنكلم عنه الشيخوخة الصحية هي الوصول إلى سن السبعين عام دون الإصابة بأي مرض مزمن زي السكري أو أمراض القلب التاجية أو السرطان ربنا يا رب يحمي الجميع ويشفي كل مريض طبعا التحليل قال بأن الأفراد اللي تمتعوا بشيخوخة صحية اللي احنا وضحناها دلوقتي اللي هي وصول الفرد اللي هي السبعين سنة بدون الأمراض دي ما يكون أصيب بيها هما اللي نقدر نقول احتفظوا بتركيزات عالية من الكولاسترول الجيد تمام يعني المصطلح مصبوط بالنسبة لي البسيط الكولاسترول عدى عدى اللي جاي هو ده الصعب وهيرمون الأديبوتيكتين الدهني الاسم أعتقد طالع شبه سليم بس الحقيقة اللي يقدر يحتفظ بالإنزيم ده والحاجات دي لحد سبعين سنة حقه أنه يبقى يتعمل عليه دراسة أصلا يعني برافو عليهم يعني وعامل النمو الشبيه بالأنسولين وكمان الباحثين اكتشفوا أن فيه خمس عادات صحية بتسهم في الحفاظ على العلامات الصحية اللي كلمنا عنها مع التقدم في العمر ودي اللي تهمنا جدا بقى نعرفها العداد الصحية هي اتباع نظام غذائي متوازن تناول الكثير من الفواكه والخضروات التزاجة تناول كمية محدودة من الأطعام المصنعة زيادة الدهون الصحية في الطعام دهون صحية تكون موجودة في الطعام الحفاظ على النشاط البدني المنتظم الوزن الصحي والإقلاع عن التدخين والتحكم في التواطر وإحنا دائما نحاول أن ننفس هذا الحقيقة نحن الحقيقة معكم في البرنامج تقريبا يوميا بنأكد على كل الأفكار دي أو العناصر دي علشان صحتنا تكون كويسة أن يبقى عندنا لايفستايل أو أسلوب حياة فيه شق رياضي حتى لو ماشي فيه توازن في الأكلات اللي بناكلها فيها دهون صحية فيها أنواع أكلات بعيدة عن الجنك فود أو الأكلات السريعة المتحمرة المعمولة فيها دهون كتير ده يحافظ على صحتنا لفترة أطول دايما تكونوا بصحة وعافية ودايما معنا هنا في يوم سعيدة